توقع برج الحمال ليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 19 تموز 19 سبع عالفين تلاتة وعشر هتتأكد اخيرا ان اسلوبك في التعامل مع الاشخاص اللي حواليك خاصة مع القريبين منك مش بس في سلسلة ردات فاعل ممكن تبقى بتوصلك لغايتك هتبقى بتزيد الامور تعقيد وهتهرب من وقعك مش هيبقى ده الحال المناسب لكن عليك تفكر بطريقة اكتر موضوعية في الفترة الجاية بالنسبة ليك بالنسبة ليك النهاردة لازم تبقى هبتتجنب تقاليلك من كل التعليقات والاطرقات الغير صادقة اللي بتخلق مشكلة لنفسك وبتدخلك في معاقف كتير غير صارة هتلعمع كل النساء من اسرتك وكل اصحابك بدور مهمة جدا في احداث اليوم هتكون يومك هادئ جدا مصمر جدا بالنسبة ليك لو عندك فكرة واضحة النهاردة عن كل الحاجات اللي انت بجد حيب تحققها في البيت او في الشغل كل الاشخاص النهاردة هينزروا لمهماتك والتزاماتك الجاية وهيسوا عشان تقلل نفقاتك وتضيع وقت كتير غير ضروري هيبقى مرتبط بيهم ممكن ما يكونش الموليد النهاردة هيعرفوا ويميزوا هتجيب ليك خيبة امل واضحة لكل الاشخاص اللي بيسوا عشان يحقق وتموحاتهم بطاقة كبيرة جدا ممكن تبقى بتأثر على الحالة المزاجية اللي عندهم وهيعانوا من تدهور هاطفي واضح هيتواصلوا مع الاشخاص الاخرين بحدة وبوقاحة وهيبزلوا جهود اكتر علشان يحتوي الغضب في الايام اللي جاية هتسبق نهاية الاسبوع وهتجيب ليك كتير من العمل والمسئوليات اللي بتبقى بتتطلب منكم كتير من الطاقة والجهد هتحسوا النهاردة انكم بتبزلوا مجهود اكبر في وظيفة هتعتمدوا عليها وعشان تقوموا من خلالها بتفاصيل كتيرة هتحسوا انكم غير فعالين مرهقين مش هتعرفوا تستبعدوا اصابات النتجة عن ارهاق الشغل والاحمال خلال الايام اللي في عدد هتحمي بشرتك بشكل كويس من اشعة الشمس المباشرة هتتجنب الخلافات من الاشخاص اللي حواليك اللي بيمثلوا السلطة ولي ممكن من خلالهم تبقى انت عندك سن اكبر منهم في الايام الصعبة هتنتبه اكتر والسيطر على كل عوضفات من خلالها وبكده بنكون وصلنا الاخر الفيديو ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش يريد تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا اشتركوا في القناة